موسيقى أنا الدكتور رائد زيدان بقدم مساق في قياس وتقويم اللغات مع محور اللغة العربية في معهد مفيد يعرض المساق المصطلحات الأساسية والمتقدمة بالتقويم والقياس في سياق متصل بتدريس اللغات وبشكل خاص في تدريس اللغة العربية المساق معاد لطلاب اللغة العربية تدريس اللغة العربية لمعلمي المعلمين من أجل إكسابهم معرفة في طرائق واستراتيجيات في القياس والتقويم المساق من شأنه ومساعدة المتعلمين في تنفيذ مهام وتقييم مستويات ومجالات مختلفة تقييم تحصيل، تقييم برامج، تقييم معلمين وأيضاً بناء أدوات تقييم مختلفة يهدف البرنامج أو الدورة إلى إكساب مصطلحات في التقويم التربوي كشف المتعلمين على نماذج تقويم في تدريس اللغة العربية بالأساس كما يهدف إلى بناء وممارسة تطبيق أدوات تقييم بديلة مثل الإختبار، ملف الطالب وأدوات أخرى سنتحدث عنها لاحقاً كما يوفيد في تخطيط وتنفيذ تقويم للمعرفة اللغوية لدى المعلمين وأيضاً يهدف المساق إلى التعرف إلى الأدبيات المحتلنة والحديثة والنظريات في هذا المجال كما ويطلب من المتعلمين تطبيق النموذج كما ويعرض نموذج ومبادئ أخرى في التقويم التربوي بالأخص يتمحور أيضاً حول تقويم وبناء أدوات تقويم بديلة مثل ملف الطالب كما أسلافنا تحسين تقويم تدريس اللغة العربية من طرائق واستراتيجيات وتقويم المستوى اللغوي لدى معلمي اللغة العربية وأدوات تطبيقه لتنفيذ هذا التقويم وأيضاً يخصص جزء لا بأس به في التعرف وتطبيق على نموذج CIBB في تقويم البرامج والمشاريع التربوية التعليمية بالأخص في مواضيع اللغات في نهاية المساق سوف يحصل المشتركون على شهادة إنهاء من معهد مفيت ويصرنا رؤيتكم واللقاء بكم في هذه الدورة إلى اللقاء